إذن هذه هي الأسس التي ينظر نأتي الآن إلى غسيل الكلا غسيل الكلا حسب علمي يكون بطريقتين أو بإحدى طريقتين إما بإخراج الدم إلى جهاز وهي تعمل عمل الكلية الصناعية فتقوم بتنقية هذا الدم ثم تعيده إلى البدن وهذه هي الطريقة القديمة الشائعة والطريقة الثانية هو أيضا جهاز يوضع فوق السرة في منطقة البطن وفيه أمبوب يدخل أيضا الدم إلى داخل الصفاق البطن لأنه غشاء يقال علميا يعني غشاء بريطوني ولذلك هذه العملية تسمى ديلزة بريطونية والأولى ديلزة دموية فهذه تعتمد الله سبحانه وتعالى أودع في هذا البدن في الصفاق في غشاء التجويف البطني ما يمكن من ترشيح من تصفية هذا الدم كما تفعل الكلاء ولذلك فإنهم لجأوا إلى هذه الطريقة لكن في كلا الطريقتين هذا إذا كان المريض قادرا على الصيام أما إذا كان غير قادر على الصيام لا يطيقه فإنه يفطر وبالتالي لا حاجة إلى البحث عن كون هذه الطريقة تفطر أو لا لأنه مفطر بالأصل معذور لكن هذا الحديث الآن عن من هو ممسك صائم ولم ينصح بأن يفطر ففي كلا الطريقتين هناك أملاح وفيتامينات تضاف إلى عملية التصفية هذه فتدخل البدن وبناء على التأصيل المتقدم من كون المغذي إذا وصل إلى البدن فإنه مفطر فإن هذه من المفطرات بكلتا الطريقتين والله تعالى لنؤكد مرة أخرى فضل الشيخ الأشياء التي تبيح للمريض أن يفطر إذا كان يؤدي إلى مرة أخرى المرض الذي يبيح له الفطر إذا كان مرضه يمنعه من الصيام هذا هو النوع الأول أو يمنعه من تعاطي الدواء مرضه يمنعه من الصيام نعم بطبيعة الحال إذا كان يمنعه نعم ثم إذا كان الصيام يضعفه يضعف صحته جميل أو يؤخر له الشفاء جميل ونحن نتحدث عن تأخير الشفاء بما يورث بدن الإنسان مزيدا من المشقة والتعب والنصب لا نتحدث عن تأخير الشفاء لكنه ألم مقدور عليه هذا خارج بحث المرض صحيح وإن كان قد قال به بعض الفقهاء لا سيما المتقدمين لكن لا عبرة به وإنما العبرة عن المرض الذي لا يقوى معه المريض على الصيام فإذا إذا كان المرض يمنعه من الصيام أو كان صيامه يؤخر له شفاء أو كان لا يعينه أيضا على التغذي بالليل بحيث لا يتقوى على الصيام فلنفترض أنه يتقي طيلة الليل هذا لا يستطيع أن يأكل مع أنه في النهار قد يكون وضعه مستقرا لكن مرضه منعه من الأكل ليلا وهنا من الذي يحدد وهذه هي القضية الأهم يعني لا ينبغي أن تكلف الأسرة مريضها أن يصوم أو أن يكلف نفسه بالصيام مع أن الله سبحانه وتعالى قد جعل له عذرا وأباح له أن يفطر إن وجد من نفسه إحدى هذه الحالات بعد ذلك يأتي يعني مع هذا أيضا لا بد من استشارة الطبيب وهنا لو بعض الناس يسألون بأن طبيبا نصحه بالفطر وآخر نصحه بالصيام الناس يلجأون إلى من ينصحهم بالصيام للناس تتطلب دائما ما فيه إلزام ومشقة مع أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ولذلك فإذا نصحه طبيب بالفطر وآخر بالصيام وكان كل منهما طبيبا مسلما ثقة مقبول القول فليقدم قول من نصحه بالفطر هذا هو الذي يقدمه هذا هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك ينظر إن كان لا مانع من صيامه ينظر في إمكانية أن يأخذ الدواء ليلا وهذه يمكن أن تكون مثلا في قطور العين في بعض أدوية القلب في بعض أدوية السكر يعني إن كان يمكن الاستغناء بالدواء بالليل فذلك خير وإلا فإنه ينظر حينئذ في أخذه للدواء نهارا في نوع هذا الدواء والله تعالى طيب فضلت الشيخ الآن هذا كان واحد من الإشكالات التي أجبتم عليها لكن للتنبيه أيضا يعني ما يأخذه من الأدوية نهارا لا نتحدث عن أدوية تأخذ عن طريق الفم أو تأخذ بالصعود عن طريق الأنف لهذه لا ينظر فيها لي مغذية أو ليست بمغذية وإنما هي مفطرة مطلقا لأنها لا يمكن أن تدخل إلا بالماء نعم طيب يعني حتى لو كانت بدون ماء طالما أنها يعني حتى لو بلعها بلع الحبوب نعم أو كانت قطورا وهي مغذية وغير مغذية إذا كانت من منفذ مفتوح نعم من الفم أو من الأنف فإنه لا ينظر إلى كونها مغذية أو لا لأن هذه تصل الجو فهي ناقضة كل ما يصل الجو لكن الحقنة التي تأتي عن طريق يعني عن طريق الجلد أو الوريد أو الشرايين أو غير ذلك هذه هي التي يبحث فيها هي مغذية أو ليست بمغذية نعم واضح ترجمة نانسي قنقر